مات عبد المطالب والنبي صلى الله عليه وسلم ابنه ثمان سنين والنبي ابنه ثمان سنين يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم مات والنبي كان عنده ابن العمر ثمان سنوات فلم يبكي أحد كان قابله بكاءه خلي بلكم معي قلت الرواية غير صحيح الرواية غير صحيح الحديث ده لا يصح بل هو ضعيف السند منقطع ضعيف السند منقطع من الرواه قلنا ابن إسحاق في السيرة 1 على 17 والبهق في الدلاء المية وقلنا انظر عشان كنت عايز توسع أشتر لحديث الضعيفة والموضوعة على سنة العلم والدعاء لنا بإذن الله جل وعلا في الجزء الأول طيب نيجي بقى لي الحديث إلا لذلك اسمع وركز معي جدا اسمع وركز معي أظن هذا الحديث سمعه الجميع وقرأه الجميع حتى بالذات اللهم يعني مهتمين بالسيرة النبوية الرواب تقول إيه أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة وكان أبو طالب ذا عيال كثير عنده عيال كثير عنده أولاد كثر أبو طالب يعني إن جبه كان كثيرا عنده عيال كثر وبعدين فقال صلى الله عليه وسلم للعباس أي لعمه العباس لأن العباس داي بعم النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت هو أخو أخو أبو طالب ركزوا معي جدا فقال صلى الله عليه وسلم للعباس لعمه يعني وكان أيصر بني هاشم يعني عم العباس داي كان أغناهم يعني أفضلهم حالا يعني لإنما واحد زي أبو طالب كان فقيرا جدا كان فقيرا جدا وكان ذا عيال طيب العباس يعني حلته موسرة وهو أفضل يعني أشقائه أو أفضل إخوانه فأم سدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأزمة الشديدة اللي مرت بقرش ده أم رحل لعمه العباس وقال لعمه العباس عشان كات حلته يعني فيسر قال له يا عباس إن أخاك كثير العيال إن أخاك الو مين أبو طالب إن أخاك كثير العيال إن أخاك كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى وقد أصاب الناس ما ترى في هذه الأزمة فانطلق حتى نخفف عنه من عياله فانطلق حتى نخفف عنه من عياله فأخذ صلى الله عليه وسلم عليا النبي أم أيل للعباس أنا أخذ علي أعيش معايا أنا أتكفل به يعني في طعامي وشربي وكيت إلى آخر هذه الأمور وانت بأخذ فأخذ عليا فضمه إليه فلم يزل معه لم يزل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله عز وجل نبي أي حتى بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعه علي وآمن به وصدقه خلي بالكم معايا جدا مروادي نبسطها مرة ثانية الرواب تقول إيه إن قرش يا جماعة أصابتهم أزمة شديدة أول لما أصابتهم الأزمة الشديدة طبعا الفئير لما بتجي الأزمات يعني أنتم شايفين الوقت كورونا أسأل الله جل وعلا أن يرفع الوباء والبلاء عن المسلمين طبعا فيه ناس بتفقد وظائفها وفيه ناس بتفتأر جدا وفيه ناس كده بسبب بيحصل غلاء وبيحصل كده إلى آخر هذه الأمور فبعض الناس زي ما بقوله بتكشفوا وبعض بيقع إلى آخر هذه الأمور ويشتد الأمر على الناس فقريش لما مر بهم أزمة شديدة أبو طالب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عيال كثر ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ذهب لعمه العباس ليه ذهب لعمه العباس لأن العباس ده كان أيصر إخوانه يعني أحسنهم حالا يعني هو المسر في إخوانه أكثرهم يعني فذاب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عباس قال له يا عباس إن أخاك كثير العيال إن أخاك أبا طالب كثير العيال عنده عيال كثر وقد أصاب ناسا ما طرى في هذه الأزمة فيلا نروح له فانطلق بنا حتى نخفف عنه من عياله يلا نروح له ونسعده كل واحد شل واحد من كده من الأولاد من عنده عشان نخفف عليه بلا ما يبقى عنده كده أنا أخذ واحد وأنت واحد يبقى خفف عنه شوي فأخذ صلى الله عليه وسلم عليا ابن أبي طالب فضمه إليه فلم يزل معه حتى بعثه الله عز وجل نبيا لغاية ما فضل مع النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه رسالة فما كان من علي إلا أن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم قلت الحديث ضعيف لا يصح الحديث ضعيف مرة ثانية الحديث ضعيف أخرجه الطبري في تاريخه واحد على 538 خلي بالكم عاية جدا مش معنا بقولك أن الحديث ضعيف يعني أني ممكن بضعف لك حكاية أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علي أن مسانه كان عادي في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لا ما ينفيش ذلك على الإطلاق لكن أنا بجيب لك على رواية الحديث أنا بجيب لك المتني بتاع الحديث اللي جاي اللي وصلني ده بقولك المتني ده غير صحيح بقولك المتني ده غير صحيح لكن إن بعض الحاجات تبقى فيه صحيح وممكن تعلمش نعم ونبين لك هذا الأمر إن شاء الله جل وعلا لكن أنا اللي ببينه لك الوقت الرواية ده بقولك الرواية من الصحيح الحديث ضعيف أخرجه الطبري في تاريخ واحد على 538 والحاكم في المستدرك 6463 6463 6463 من طريق محمد بن إسحاق وفيه إرسال وفيه إرسال الإرسال ده جاي من إيه؟ إن مجاهد بن مجاهد بن جبر لم يدرك عاليا يعني حيث أن مجاهد بن مجاهد بن جبر لم يدرك عاليا رضي الله عنه وأرضاه اللي عايز بقى التفصيل ويتوسع في هذا الأمر يرجع الأشهر الأحريس بقعفهم الموضوع لنا بإذن الله يجلوا على صفحة 96 صفحة 96 الرواية بقى اللي دخلين علىها دي دي اللي كنت بحذر منها في الحلقة الماضية بقول لك خلي بالك جدا مش معنى كده أن إحنا بنخطأ العلماء ونخطأ المشايخ لا لا مين؟ إحنا بننقل إحنا بننقل يعني حتى إن كنت برد على العلم برد عليه بيقول من هو أمكن منه وأثبت منه وأعلم منه وأقرب منه خلي بالك معايا جدا الرواية دي يا جماعة طبعا اللي أذكرها دي صححة الإمام العلامة الشيخ الكبير المحدث الألباني رحمة الله عليها لكن هي لا تصح لا تصح والرواية اللي أجابها لكم يا جماعة استغلاء الملاحدة وغير المسلمين والذين يطعنون في الأصول والثوابت أسوأ استغلال استغلوها أسوأ استغلال ورواية فضلا عن السند اللي أبينه لكم إن شاء الله جل وعلا المتن لا يقبله ما أحترمه يعني من ركز كثيرا لكن العسما تاد مدسلنا محمد صلى الله عليه وسلم والعلماء أفاضل أكابر سواء من صحح أو من لم يصحح لكن إحنا بننقل الأمانة العلمية الرواية اللي الخصب مين؟ بالراهب خلي بالكم معايا جدا بحيرة الضبط بتاع بحيرة الفتح على الباء لأن شفت لها ضبط كثير غير منضبط الفتح على الباء والكسر تحت الحاء والفتح على الراء والفتح على الراء بحيرة ولذلك البعض يكتبها بحي تأمطأ كأنها بحيري يعني بيجيب بعد الراء يه بط والبعض يكتبها بحير والبعض يعني بحيرة ألف خلي بالك معايا فراهب بحيرة خلي بالك معايا جدا قصته عجب قصته عجب وللأسف خلوا بقى أعداء الأمة وخلوا الحاقدين بعد طبعا ما تكلموا في هذا أولا كأهو إن سيدنا النبي كان بيأخذ من الراهب ده إلى آخر هذه الأمور والراهب داسته كان له علاقة بورقة ابن نوفل وورقة ابن نوفل كان قس لأنه كان تلصر وكايت إلى آخر هذه الأمور اللي احنا في غنى عنها مطلقا والقرآن كذب هذا الكلام بكليات عامة أنا أجيب لك الرواية بس أنا عايز تركيز جدا تركيز جدا رحم الله إمتنا رحم الله إمتنا من صحح ومن لم يصحح بس الأمانة أعطاها لك الرواية بتقول إيه أنا عايز تركيز جدا غير أي رواية ثانية أنا قلتها لأن دي على شبوهات مليا وسائل التواصل مليا الشبكة العنكبوتية فركز معايا جدا رواية بتقول إيه خرج أبو طالب إلى الشام أنتوا عارفين طبعا أنه كان فيه رحلتين رحلة اشتاء ورحلة الصيف ليه لأنه كانوا بيروحوا على أساس أن قرش كان تمتلك ما مقداره ما يقرب من خمسين ألف دينار ذهبي بتشتري بهم البضائع وكيت وكيت من بلاد الشام خلي بالكم عاية جدا خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أشياخ من قريش أنا عايز نركز جدا ومش هسرع أبدا في الرواية دي لو هقف عندي رواية حتى لو ما أكملتوه بيقولك أن في هذه الرحلة اللي رحين فيها يتجروا فيها في الشام أبو طالب كان خارج فيه أشياخ من قريش أشياخ تقول يعني أشياخ ده جمع شيخ الشيخ هنا بالمعنى اللغوي بالمعنى اللغوي وهو من بلغ الأربعين من عمره فأكثر اللي هو أكبير السن عامة تانيان اللي هو أكبير السن اللي هو المتقدم في العمور فهنا خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش النبي لما خرج مع الناس المتقدمة في السن دي في الرحلة دي في التجارة دي كان واخد معا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلي بالك معايا جدا كان واخد معا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان سيدنا النبي غلام يعني الصغير خلي بالك معايا جدا طيب فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرة يعني الراهب بحيرة خلي بالك معايا جدا هبطوا فحلوا رحة لهم كانوا ما بيوصلوا عند الصومعة بتاع الراهب دي أو الدير بتاع الراهب دي يقوموا منازلين طبعا ويستريحوا وكتلا وما كان أمان وكده وما كانش بخرج لهم ولا بيلتفت إليهم ولكن كانوا بيقعدوا طبعا في الظل يأكلوا ويشربوا وكتوا ويستريحوا وبعد أن يوصلوا قال لي بالكم عاج جدا يبقى مرة ثانية عشان كان يبقى مترابط خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرة شوف اللي حصل هبطوا فحلوا رحالهم هنا بقى أنا بقول لكم ما كانش بيخرج لهم ولا يلتفت إليهم اللي هو الراهب فخرج إليهم الراهب الله لا ما كانش بيخرج ولا حتى يلتفت بالعرب دول لا هنا فخرج إليهم الراهب اللي هو بحير خلي بالكم معين وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم دي الرواية اللي بتقول كده الرواية اللي بتقول كده الحديث ذالي بيقول كده وكانوا قبل ذلك يمرون به كل مرة كانوا بيجوا يعدوا يريحوا كده لا يلتفت لهم ولا يخرج لهم خلي بالكم معايا جدا قال اللي هو الراوي فنزلوا وهم يحلون رحالهم نزلوا عليهم وهم بيحلوا الرحال فجعل يتخلى لهم يبص كده يشوفهم واحد واحد كده يتأملهم خلي بالكم معايا حتى جاء فأخذ بيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي غلام صغير أم جاي واخذ بيد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دي الرواية أنا بقولك ما حصلتش المهم دي الرواية وللأمانة صحى الشيخ الألباني خلي بالكم معايا حتى جاء فأخذ بيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين خلي بالك إما مسك سيدنا النبي إيه سيدنا النبي وسيدنا النبي غلام لسه صغير خالص صغير طفل فأم بقول إيه بعد إما مسك إيده هذا سيد العالمين خلي بالك معي جدا مش كده بس هذا رسول رب العالمين يعني كأنه وحيا نزل عليه فعلم وذلك يأخذ عرفه من علامات علامات اللي هو كان لسه تأمله هو بيتخلي كده ينظر قوم ده مين وين شف الصوار ده خلي بالك معي هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين طبعا الكلام عجيب فقال له أشياخ من قريش الناس اللي جئين مع أبي طالب اللي هم كبار السن وما علمك وإيه اللي عرفك إن ده هيبقى كده شوف بقى الأمار اللي هو قال لهم بسبب إنه عارف إن ده هيبقى النبي وإنه هو المبعوث صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدة إنكم حينما أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي يعني والحجارة والأشجار دي ما بسجدش إلا النبي من وإنتوا جايبنا عند العقبة كل الحجارة والأشجار دي قاعدة تسجد له طب وإنت يا راهب إيه اللي عرفك بكيفية سجود الشجر والحجر طب الحجر بسجد إزاي إزاي يعني بيميل ألا ما احنا عارفين إن كيت والآيات كثيرة وجبت سجود الشمس وجبت سجود القمر وجبت سجود كيت وكان كله نعم بالدليل لكن بيكانهن بإذن الله جل وعلا يعلمه ربنا جل وعلا وبيناه لكن بالنسبة ليه إنت إنت كراهب عرفت سجود الحجر إزاي طيب عرفت سجود الشجر إزاي المهم خلنا مع الكلام فابقول إيه لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي ما بسجدش إلا النبي خلي بالك معا جدا وإني لأعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه ثم رجع فوضع لهم طعاما وأم رجع تاني اللي هو الراهب دي عشان يجهز لهم الأكل وكلا وأم جايب الطعام وجايبه لهم فلما أتاهم به لما جاب لهم الطعام كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل في رعية الإبل يعني فين المعاكل هو يقصد به الغلام اللي هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قاله بيرعى الإبل هناك مع الإبل خلي بالك معاين فقال أرسله إليه ابعته له جيبوه خلي بالك شوف اللي جايبه فأقبل وغمامة تظله يعني أم جاي كده وفيه غمامة قاعدة تظلله يعني بتغطيه كده يعني عشان الحر ما يجيش على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طول ما هماش الغمامة تظل للنبي صلى الله عليه وسلم ودي بقال إيه أظلته الغمامة ودي كتب فيها أشعار ودي قال فيها كيت إلى آخرة خلي بالك معاين جيبوه فأقبل وغمامة تظله فلما دنى من القوم قال اللي هو الراهب يعني بقول للناس دول بتوع قريش يعني انظروا عليه غمامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر